ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة متوقعة خلال أيام القليلة القادمة التفاصيل في النشرة بعد الفاصل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية أسعد على أوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن النهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة بشكل إضافي وسادة أجواء مستقرة بشكل عام معتدلة خلال ساعة النهار فوق المناطق الجبلية مالت للحرارة نوعا ما خلال ساعة الظهيرة بينما سادة أجواء حارة نسبيا في مناطق الأغوار البحر الميت والعقبة خلال الأيام القليلة القادمة واعتبارا من يوم الأحد وبداية الأسبوع ستزداد تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الدافئة القادمة من القارة الإفريقية نحو منطقة بلاد الشام وبالتالي هناك ارتفاعات متتالية ومتزايدة على درجات الحرارة تفاصيل أكثر نستعرض في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم حتى منتصف الأسبوع القادم هذه الكتلة الهوائية الدافئة القادمة والمندفعة من القارة الإفريقية عبر الأراضي المصرية وشرق البحر البحر المتوسط تندفع مباشرة نحو منطقة بلاد الشام تزداد تأثيراتها يوم الأحد وبالتالي يوم الأحد هناك ارتفاع أيضا على درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة خلال ساعة النهار تميل الحرارة خلال ساعات الظهيرة والعصر في المناطق الجبلية بينما تكون الأجواء حارة نسبيا في منطقة الأغوار البحر الميت والعقبة يوم الأثنين المزيد للارتفاع على درجات الحرارة مع تعمق لهذه الكتلة الهوائية الدافئة في عموم منطقة بلاد الشام وشرق البحر المتوسط وبالتالي تصبح درجات الحرارة أعلى بكثير من معدلاتين مثل هذا الوقت من العام في عموم مناطق المملكة تفاصيل حالة جوية المتوقعة للعاصم عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء غالبا صافية مع 12 درجة مئوية كحرارة مقاسعة من محسوس 11 الرطوبة منخفضة والرياح تكون شرقية معتدلات أسرع بالنسبة لتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة يوم الأحد 24 إلى 13 الاثنين 26 درجة مئوية وبالتالي هناك ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأثنين أما الصغرة 15 درجة مئوية يوم الثلاثة 25 تنخفض ليلة نسجل 12 درجة مئوية تفاصيل حالة جوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم الأحد نبدوها من المنطقة الشمالية المفرق 25 إلى 12 إربط 25 إلى 15 جرش 26 إلى 15 وعجلون 23 إلى 15 درجة مئوية المنطقة الوسطى البحر الميت أجواء حارة نسبيا 29 إلى 23 مادبة 25 إلى 14 العاصمة عمان 24 إلى 13 البلقاء 23 إلى 16 أما الزرقاء 26 إلى 14 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 25 إلى 15 الطفيلة 23 إلى 15 الشراح 22 إلى 14 معان 25 إلى 13 والعقبة 31 إلى 21 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزرق 26 إلى 11 الصفاء 24 إلى 10 ونفس الأجواء والحرارات متوقعة في أرويشت إلى هنا تنتين نشرتنا إلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك معه بانك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت شهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة